قبل فوز الزمالك على المريخ بنتيجة 4-3 في ختام دول المجموعات في دوري أبطال أفريقيا عمر السيسي أكيد خدت بلكم لم يكن أساسيا ولم يكن بديلا وإليكم تفاصيل خروج عمر السيسي من قائمة الزمالك وهو قرار من الكابتن أحمد عبد المقصود بعدما رأى أن اللاعب خرج عن النص التفاصيل أن اللاعب أثار أزمة قبل مباراة الزمالك أمام المريخ لأنه كان متواجدا في قائمة الفريق لكن الكابتن أحمد عبد المقصود اتخذ قرارا باستبعاده ولم يتواجد على الدكة اللاعب أعرب عن ضيقه وغضبه الشديد أنه مستبعد من الأساسي ومن الاحتياطي وقال للكابتن أحمد حسني المدير الإداري أنه هيمشي هيسيب الفندق ويمشي قال لأنا مش جاي عقود يعني ولا طلع بر القايمة أنا لعيب بلعب وأساسي مع فرقتي واللي هي دور المفروض مع الفرق هنا تحدث مع أحد المقربين أنه أساسا حتى الجلوس احتياطي أمر ما ينفعش بالنسبة له طلب العودة من جديد بعد قرار الكابتن أحمد عبد المقصود لكن الكابتن صودة رفض استمراره وتمسك بخروجه من الفندق وتم إبلاغ أمير مرتضى بما حدث من اللاعب على فكرة عمر السيسي كان فيه مشكلة قبل مباراة أسوان في الدوري اللي الزمالك خسرها برضو في طريقة التعامل مع مستر جسوالدو فريرا ووقتها اللاعب بسبب أنه هو تجاوز لفظا ضد المدير الفني اللي مش فهمه باللغة العربية يعني وكان سمع الجهاز الفني هذا الأمر فأبلاغه أمير مرتضى منصور فعاقبه وقتها عمر السيسي بغرامة وصلت إلى 250 ألف جنيه غرامة عمر السيسي سابقا ومبارح بتحصل عقوبة جديدة على اللاعب بلغة عمر السيسي